النادي الاهلي كانت انشادي ومن اكثر الكبات ان شالوا بطولات مع النادي الاهلي النهاردة من وجهة نظرك دائما بيبقى فيه سر للحصول على البطولات وسر كمان للدوري الممتاز بالذاتة كانت هل النادي زمالك عام يعني حصل على هذا السر في الموسم ده النادي زمالك عشان ياخد الدوري قدم حاجات كتير جدا خصوصا الشهر ونص اللي فات كان بيخسر الدوري بسببهم سنين طويلة رقم واحد ثقافة الفوز في عالم كرة القدم بيقولك الفوز بيجيب فوز والتعادل بيجيب تعادل نادي الزمالك لو رجعت المباراة الاخيرة 8 انتصارات وراء بعض قبل كده كنت تمشي على سطر وتسيب سطر بتفقد السقة مع جماعية لكن لما بتكسب الجماعية بتصق فيك بتلعب بقريحية فثقافة الفوز دي رقم واحد اتنين الهدوء اللي بيلعب بنادي الزمالك حتى لما بيجي فيه هدف بيستحوز على الكورة بيجيب هدف فدري ثم يستحوز على الكورة بيعمل احباط للمنافس ثم بيدور على الهدف التاني ومؤمن دفاعاته ده رقم اتنين ده في اخلى بمباراة وزي أنا تتفكر انا بكلمك انت سألتني سؤال لان الانتصار والتتويج بيبقى ليه مقاومات وعوامل هي السبب صحيح ما بتتجيش بعشوائية ابدا رقم ثلاثة الاداء الفني بتاع اللعيبة اي حد بيلعب غاب محمود علاء بينزل فيلان بيقدي غاب مش عارف مين بينزل فيلان بيقدي انا مثلا على سبيل المثال ممكن اقولك على اللعيب انت قد نجمد جدا وبشد المسلوسي مثلا المسلوسي اخر اربع مباريات بيقدم مستوى طيب جدا جدا معناها ايه للعيب اه اتقلم مع الفريق كان الاول كان مستويات حركات وحشة ميز باس كتير النهاردة دوره الدفاع عشرة العشرة كمان الدور الهجومي ابتدى يبقى بحساب لما بيقل بينزل حزم امان بقى عندك البديل مقاومات الفوز او سبب الفوز ببطولة الدوري برضو دي كان مفروض اقولها اول حاجة الاستقرار الاداري النهاردة لما بتوفر الاستقرار الاداري بيقدر الفريق اه وتخلي الفرقة الادارة ما تدخلش في فرقة الكورة في مدير فني ومسؤول عن لعبته ومسؤول عن تشكيله ومسؤول عن كل التصرفات داخل الفريق ده من اسباب ودي الحاجة الاولى اللي كان مفروض ابتدي بيها الاستقرار الاداري بس هو في الحالة بتاعتنات زمائيك الاستقرار الاداري مكنش موجودة وده اعتقد ده اهم شيء حصل سنة دي نادي الزمالك وهو ان هم قدروا يعدوا المرحلة دي بالزبط خصوصا سكرول اداري في الاول مرية مش عارف في مشاكل جاز مركزي محاسبات مشاكل يمشي مجلس ثم ييجي مجلس تاني اللي ساعد نادي الزمالك في مجلس الادارة الاخير اللي هو وفر كل حاجة ثم حلم الهدوء دخلوش في حاجة حتى ما انت بتسأله السنة الجاية فيه قالك لا احنا اما حاجة الفريقة اخر مرة احنا موجودين رئيس نادي الزمالك دخل معنا وقالك احنا احنا اتكلم في اي حاجة خالص غير الفريق يكسب ثم نبتدي نتكلم في اي حاجة احنا اتكلم في اي حاجة ومرداش حتى انت سألته ثلاث اسئلة خارج نطاق الفريق مرضاش يجاوب عليه فهنا دي معناها ايه اللي بخلي الفريق يركز علشان كده انا بكرر تاني الاستقرار الاداري مهم جدا في الاندية الكبير اخر حاجة من وجهة نظري والمهمة اللي فيه عناصر ففي لعيبة نادي الزمالك عناصر مهمة جدا حفزت على مستواه رقم واحد طرق حامل اتنين الوينش مستوى ثابت طول المباراة حتى حتى لما بيبقى مجهد يعني فيه مباراة الكابتن ريدا علق عليها لو تبصوا الاداء 3-4 لعيبة في الزمالك في اخر مباراتين كان فيه لعبة بتنزل الشراب فيه اجهاد اللي مسك الخلفية بيعمل استريتش ده اسمه اجهاد من الضغوط اللي موجود فاللعيب الكويس اللي يفضل يستمر في مستوى وهو مضغوط فانا بتكلم خصوصا على اللعيبة دي طارق حامد الوينش عبدالغاني مباراة متفاوتة بس يعني نتكلم في 70% محافظة على مستواه بن شرقي زيزو نفس الموضوع دي عناصر في كل الخطوط هتلاقي عشان كده فعنصر الدفاع في وسط الملعب في العناصر الامامية بيقدروا يعملوا حالة التزال اللعيبة دي فرقت معنادي الزمالك بشكل كبير جدا حقيقة عودة ابو جبل وعودة ابو جبل لان العدالة اللي تكلمنا عليها دايما في كرة القدم بتديك اللي انت عايزه يعني ايه؟ يعني فيه لعيب بيمشي بمستوى طيب جدا ماتش اتنين تلاتة اربعة ثم الراجل ده تزلم عشان نقطة محدش فيها يتكلم فيها كتير من وجهة نظر لان اللي كان يستحق ينضم المنتخب كان ابو جبل وقتها ومنضمش ينضم جنش للعب مباراتين فقط وكان قبلها ابو جبل مكسر الدول ترجمة نانسي قنقر